موسيقى مساء الخير عزائي المشاهدين من مدينة الانتاج الاعلامي برنامج فتفضة مع روبير بنعيد على مصر كلها بنعيد النهاردة اجازة عيد تحرير سيناء اللي كانت من ثلاثة ايام ويوم السبت عيد العمال ويوم الحد عيد القيامة المجيد والاتنين شم النسيم اعياد على مصر كلها وكمان بعدها بعشر تيام عيد الفطر المبارك كل سنة وانتو طيبين وبسرعة النهاردة عندنا حلقة جمدة جدا الاسبوع اللي فات كان معانا واستاذنا الكبير واستاذ جمال عبد الحميد في فتفضة فنية هنكمل الفتفضة مع الكاتب الكبير الاستاذ صلاح البيالي وبعدها هنشوف عيد تحرير سيناء هنجيب مين معانا حد من العيار التقيل هنشوفه بعد الفقرة الاولانية ونقول مساء الخير استاذنا صلاح البيالي مساء النور يا سوزة البيالي ومساء النور على مصر كلها وعلى المصريين كلهم وانا بشاركك الفرحة الاعياد طبعا اللي هي اعيادنا الوطنية جاية بالتوائم والتوازي مع اعيادنا الدينية سواء عيد القيامة او عيد الفطر بعد اسبوع فطبعا بنقول المصريين كلهم كل سنة وهم طيبين وما ننساش عيد العمال اللي هو برضو واحد مايو لان طبعا احنا يعني في عهد دولة جديدة وابنبني واحنا شايفين ده بيعنينا وكل منصف شايف ده ان البنى شغال ليلة نهار يعني سواء في الكباري سواء وانا جاي عن نهار ده على الدائري سواء في المدن الجديدة البنى شغال للونهار فبنقول العمال الشقيانين اللي تعبنين دول طبعا بنقولهم برضو كل سنة هما طيبين استاذ صلاح البيعلي مدير تحرير مجلة المصور والكاتب الكبير واستاذنا الله يكرم احنا النهاردة بناستضيف حضرتك ولينا كل الفخر والشرف في الصحة والجمال عايزين نبص بصة فنية على المحتوى الفني الموجود وحضرتك رؤيتك في رمضان ده حديث ذو شجون شجون بمعنى يعني أنا كتبت على صفحتي من يومين في الفيس قلت أنا بترحم على المعلمين الصناعية المثقفين صناع الدراما الذين رحلوا أسامة أنور عكاشة محفوظ عبد الرحمن مع حفظ الألقاب طبعا مصطفى محرم واحد حامد عبد سلام أمين رائد الكتابة والمسلسلات الدينية والدراما الدينية وغيرهم وغيرهم يعني عشان ما ننساش حد فالواحد بترحم عليهم من مستوى الدراما اللي أصبح موجود حاليا يعني باستثناء دراما صناعة الوعي وصناعة اليقظة وإذكاء الشعور الوطني اللي موجود في الاختيار الاتنين وموجود في القاهرة كابل وهجمة مرتدة بسسناء ده أنا ليا ملاحظات كتيرة سلبية على المحتوى اللي موجود في دراما وبرامج رمضان الاتنين يعني مثلا أنا حزين جدا أن معظم التصوير في المسلسلات معظمه تصوير داخلي كله يا إما غرف النوم يا إما في المطبخ يا إما في الأنتريه فين شرع مصر فين مصر أين مصر يعني 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 مصر كبيرة جدا فلاحين وصعيدة ومدن وقرى ونيل والأزهر وكنيسة فين ده يعني أين ده يعني أين هذا يعني مصر بعمقها الحضاري وثقالها وشخصياتها التئيلة جدا فين دول يعني احنا كنا بنعمل مسلسلات التراجم زمان يعني عملنا الأيام بتاع طاحسين الرائد العبقري اللي كلنا تلامزت تلامزته عملنا زمان مسلسل عن العقاد عملنا مسلسل عن الدكتور علي مصطفى مشرفة فين الأمثال المسلسلات ده فين والصناع موجودين يعني احنا مصر اللي يقول مصر نضبت وجفت يبقى مش فيهم حاجة لا مصر مليئة بالمواهب ومليئة بالعملقة يعني احنا قبل الفصل مش حادثك قلت اللي أستاذ محمد فاضل اللي أستاذ إنعام محمد علي جمال عبد الحميد وجمال عبد الحميد ونقدر نعد عشرة وعشرين الوقت وحنا عديد شرف عرفة وغير 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 يعني مواهب مصر مصر عاملة بالمواهب ومن كل جيل ليه ما نعملش مسلسل عن العبقري الفز أبو الطب الدكتور علي باشا ابراهيم ليه ما نعملش مسلسل عن علي باشا مبارك يعني احنا دايما نقول ايه نقول النهضة بدأت مع محمد علي ثم أكملها حفيده الخديو اسماعيل طب الخديو اسماعيل من اللي عمل اللي اشتغل معاه من اللي عمل الشغل ده كله علي باشا مبارك ابن مصر ابن البرنبال اللي موجودة في الدهلية ابن مصر الفلاح اللي نشأ وتربى وكبر ورح فرنسا ببعسة ورجع ومسك في فوقت من الأوقات كان مسك حوالي سبع وزارات ديوان الأشغال ديوان المدارس ديوان الأوقاف السكة الحديد الأنطر الخيرية أشرف على افتتاح قناة السويس ده راجل مالوش حل يعني احنا لما بنقول مثلا القدسين والأولياء عندنا في كمسلمين السيدة زينب والوالي والبدى والدسوئي أنا علي باشا بركة حطه في المرتبة دي الراجل ده أعطى للبلد وغيره غيره يعني طبعا بذكر يعني مثلا مجد يعقوب ألا يستحق يعني طبيب القلوب ده ألا يستحق أحمد زويل ألا يستحق أستحق عندنا طيب عندنا عندنا في لما نيجي يعني يا أستاذ روبير أنا بحزن أن النشأ عندنا يعني اسمح لها أقول كلام يعني اتفضل الهوية الثقافية عندنا في خطر يعني إيه خطر إحنا بنغزي عقول العيال الصغيرين للأطفال ببرامج معظمها محتوى مصنوع بره اللي كله مليء بالعنف وقصص مش بتاعتنا إحنا عندنا في ألف ليلة وقيلة القصص بتاعتنا عندنا في كليلة ودمنا عندنا في الحيوان وغيره غيره طرصنا مليء مليء اللي إحنا نعمل محتوى إلكتروني للأطفال خاص بيه بدل ما الأطفال للأسف أنا أسف ده يبقى ما عندهمش غير برنامج مثلا اسمح لي رامز اللي بيستنوه السبع دقايق والنص ساعة إعلانات اللي هو اسمح لنا أقول ده على الثاني اللي فيه تنمر يعني البرنامج فيه تنمر وفيه مستوى من الألفاظ والكلام اللي بتقال بياخد من قوة بصر النعمة يعني المصرين مش كده إحنا مش كده يعني إحنا أم كلسوم طلعت وقالت وغلنت لأبو فرص أرك عصية دامعة يبقى ده مستوانة لا ده مش مستوانة أبدا لا ومش ده اللي نصدره للعالم لا لأن إحنا كنا بننفرد بالقوة النعمة بتاعتنا يعني المصريين صناح حضارة اسمح لي أنا لما أدقاري تاريخ يعني المقريزي وابن إياس وغير وغير العثمانيين لما جوا من مصر السليم شاه هذا السفاح المجرم لما جاء مصر وهم رعاها أساسا أدراك دول كانوا رعاها في الأنادول وهناك رعاها في الحتة بتاع أسيا الصغرى دي تمام انبهروا زوهلوا يعني لما شافوا الحضارة في مصر والشوارع والحوانيت والدكاكين وخان الخليلي وخان مصرور ووكلة الغوري انبهروا لدرجة أن الراجل ده جرى قاعد في مصر ثمان شهور جرى في مصر من الحرف والصناعية اللي فيها خدهم معاها لإستنبول ده حصل ده ابنياس قالوا خمسين حرفة اختفت من مصر خمسين حرفة خاد خيال الزل الحوان الليما بلعبوا بتوع المصرح يتخذهم ومنع تمثيل خيال الزل بعد ما خرج من مصر لأنه عارف الخيال الزل فيه نقط مصرح وممكن ياخدوه سخرية وياخدوه بعد كده نقط منعوا أن يكون في مصر بعد كده أستاذن حضرتك معانا مداخلة تليفونية الأستاذة ريم أبوعيد الروائية والكاتبة كبيرة مساء خير يا فن مساء النور يا فن مساء النور عليكم المشاهدين وكل رمضان ونتو بخير وحضرتك بخير ونتشرف بمداخلة حضرتك ما عليش سوري ما اسمككش بتشرف بمداخلة حضرتك ومعايا الأستاذ صلاح البيع ليه مدير تحرير مجلة المصور أهلا الأستاذ صلاح إزاي حضرتك أهلا بك يا سوري إحنا كنا بنتكلم عن الفن في الوقت الحاضر والدراما ومش واخد حقها زي زمان إيه رأي حضرتك يا فن في الموضوع ده الدراما مش واخد حقها من ناحية يعني من ناحية إيه بالضبط يعني والدراما دراما درماتي انتجها بقى دخبة جدا ككم وكتكنولوجي وحاجات كتير فمن ناحية إيه مش واخد حقها حلو يعني الشارع بيقول إن إحنا عندنا النهاردة في واحد وثلاثين مسلسل تمام مش الواحد وثلاثين مسلسل بيعبروا عن الشخصية المصرية يعني إحنا عندنا هو ده أكيد لا هو ده أكيد أكيد يعني طبعا أكيد مش الواحد وثلاثين مسلسل بيعبروا عن الشخصية المصرية لأنه أكيد فيه مسلسلات كتير جدا يعني خليني أقول كمشاهدة إنها مستفزة أيوة مستفزة من ناحية الحكاية ومن ناحية السيناريو ومن ناحية الأحداث أو من ناحية يعني كل حاجة يا إما هتلاقي ما أعرفش هو ليه بيجي رمضان تكسيف مسلسلات يا إما اللي هي البلطقة واللي هي المسلسلات اللي بتعبر عن أو هي بتهدم قيمة المجتمع أو أنه بتلاقي مسلسلات أنه الناس عايشة في دونيا تانية برضو دي مش اللي هي الفئة الغالبة من الناس يعني اللي هي الشعب يعني فيعن ما بتحسن هم معايشين في اللي هو عارف اللي هو الظلال واللي ما أعرفش العربيات والحياة اللي هي اللي بدنيا تانيها دي أو إنها بلطة مسلسلات أوليها قوي اللي بقت بتعبر عن الواقع المصري بجد يعني تتعدى على الصوابع فطبعا كم المسلسلات اللي مالوش لازمة ده أنا مش عارفة وبيبقى تريد موسم يعني حضرتك ومعانا دلوقتي المداخلة ومعانا والستاذ صلاح زي ما قالت الأستاذ هارهيم مصري ليست كومباوند مغلق ولاست عشوائيات فقط هما أنا مش عارفة هما يا إما كده يا إما كده فالله هو بقولك طبعا ده في الآخر بتبقى المسلسلات مستفزة بصراحة يعني أنا بالنسبة لي كمشاهدة وأنا طبعا أكيد ما بتبقىش كل مسلسلات رمضان يعني الكم ده من مسلسلات رمضان مش بتبقى فهو ياريت إنه المسلسلات تبقى مش لازم بالكترة يعني لو عملوا مسلسلات فيه مسلسلات حلوة طبعا معمولة حلوة قوي 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 يعني طبعا على رأسهم يعني اسمح لي أقول اختيار فضال يا فاند المسلسلات اللي هي بتورينا قد إيه إنه فيه ناس ضحف علشان إحنا بلدنا تفضل يعني تبقى تستمر وتعيش وإحنا نبقى بأمان فالمسلسلات اللي فيها قيم دي يعني ياريت إنه نحنا نكتر من مش لازم إنه هو المسلسلات اللي تتحكي بطولات بس أنا أصدنا هو اللي فيها قيم يعني إحنا زمان كان بيبقى رمضان كان بيقى فيه مسلسلات فيها قيم بالوقت بيتعدوا على الصوابع يعني المسلسلات اللي هي حلوة بتتعدى على الصوابع بعد كده ما عرفش يعني هو بيبقى تليم بقول لك موسم سباق رمضاني فيه مسلسلات أي كلام بتتحط فيه مسلسلات بتتعامل مخصوص بتتكتب علشان عشان الممثل اللي حيمثل ده برضو غريب قوي حتى لو هو أصلا ما بيعرفش يمثل يعني يعني حلو قوي اسمحيلي قبل منه مع حضرتك أولا أنا بشكرك بس ليه عتاب كمشاهد لحضرتك والأستاذ صلاح اللي هو إيه روبير اللي هو حضرتكم برضو نبض الشعب ما هو مش هينفع أنا أجي كمشاهد وأقولي الكلام اللي بتقولي ده ليه حضراتكم ككتاب وروئيين سايبيننا كده ليه ما نكلمش قولي الأمر لا هو مين قال لحضراتكم إن إحنا سايبين إحنا لو قلنا رؤينا أو كتبنا حتى يعني مقال لو تكلمنا لو حتى كتبنا على صفحاتنا هي مش نسألة إن إحنا نتكلم أو لا بس هي الفكرة إنه صناعة الدراما هي بقى لها ناسها محتكرين فإنت مهما تتكلم أصلا مفيش يعني بالنسبة لك إذا كان فيه ممثلين أو فيه ناس بتعمل مسلسلات وهم أصلا فعلا بتبقى المسلسلات يعني موضوحة مش قد بكده بتلاقي إنه هو كتب لك أنا رقم واحد ومعرفش يعني هو أصلا شايف نفسه ناجح ومش فارق معه حتى رأي الجمهور اللي هو ممكن تلاقي كل الجمهور بيقوله يعني أنت فاشل أو المسلسل فاشل وهو مش فارق معه رأي الجمهور تفهمين اللي قال إن الناس سكتب فتال فكرة إنه الطرف الآخر ما بيسمعش ما بيطلقاش يعني طب أنا أهمس في أذنك من غير ما حد يسمعنا خالص إن سيادة الرئيس ودي قلتها في الحلقة اللي فاتت مع أستاذ جمال عبد الحميد من أربع سنين جمع بعض الممثلين والكتاب وروئيين زي حضرتك وقال إحنا عايزين دراما تعبر عن الشخصية المصرية شخصية المواطنة المصر الحلقة اللي فاتت والحلقة دي وفي حلقة جاية إحنا إن شاء الله بدون مؤطعة صوتنا هيوصل علشان مش هنستنى لرمضان الجاي لو أحيانا الله قريب يتعمل شيء جميل يعبر عننا كمواطنين محدش قال إن مثلا المسلسل وكاملوك الجدعانة كل في الحارة ضربوا بلطجة أنا بدي مثل أنا مش كل المسلسلات بشوفها أنا مش بشوفها يمكن أربع من الواحد ثلاثين دولهم اللي بتابعهم لأنهم عجبيني حلوين يعني أنا اسمح لي حقول أسامي المسلسلات لنا شفت إن هم يفتحقوا المشاهدة طبعا الإختيار هجمة مرتدة بالنسبة لي خلي بالك من زيزي مسلسل بيحكي أو بيتكلم عن موضوع يعني حلو ومختلف وبشوف أسامي اللي هو مسلسل أسري النيل برضو الموضوع الحبكة بتاعته كويسة غير كده بصراحة ما بشوفش شخالص ما عجبنيش خالص المسلسل لعبة نيوتن يعني ما عجبنيش نهائي نهائي ولا ضد الكسر ما بطلت أشوفهم يعني طبعا بقى اللي انت بتتكلم ولكم الجدعانة وتدأ أنا بشوفش طبعا المسلسلات اللي هي من نوعية دي ما بشوفهاش أصلا يعني ما بدرش أستحمل إن أنا أشوفها المشكلة بقى أنه الناس حتى اللي بتتشوفها وبعدين بتبتدي إن هي يعني يبقى تشكل لها وجدانها يعني فئة معينة من الناس أما بتشوفوا المسلسلات دي ويتشكل لها وجدانها المشكلة نهو بيطلع علينا إحنا كلنا في المجتمع بعد كده 降 low energy بزر المقساء أصلا يعني وولادنا بيتأثروا بيها يعني ده ما هو للأسف حتى لوولادنا متأسروش اللي عايشين كيفة قادت في المجتمع عايشة معاك تتأثر بالمسلسلات دي بتبتدي بال يعني بدا كيف تمارسها كسلوك بالشارع انت بقى تتأثر انت وولادك بتتأثر بشكل سلبي مع ده يعني ده احنا احنا اتكلمنا فيه كتير قوي انه هو هدم القيم او انه امشارها جدعانة ايه يعني انا سمعت الناس بتتكلم عن المسلسل انه هو يعني كله بلطجة وبتزل امشارها جدعانة ايه في الكوستة دي مش عارف ايه انا استأذنك وانا بشكرك على المداخلة قايمة وقبل ما اني معاكي الجدعانة بقى بتاعت حضرتك ان احنا نكتب بقلمك الجميل ونطلع صوتنا لفوق علشان الوضع يتغير شكرا لحضرتك ان شاء الله بقى برمضان هنكتب عن كل حاجة حوال في رمضان بإذن ربنا يا فندم شكرا وكل سنة حضرتك طيبة مرسي لحضرتك شكرا حضرتك سألت سؤال مهم للأستاذة رييم قلت لها فين دورك وفين بالزبط دي انا كنت لسه اقوله لك انتو الاتنين والزمايل لا وغيرنا عشرات ده سؤال مهم زمان كان صناع الدراما بيعتمدوا على النص الادبي يعني يروحوا لرواية اللي نجيب محفوظ ياخدوها ويحاولوها للمسلسل ياخدوا مسرحية من توفيه الحكيم يروحوا الخير الشلبي ياخدوا الوتد يروحوا أحمد الشيخ اللي يرحمه ياخدوا الناس في كفر عسكر أنا أقدر أعدي لك من الوقت لغاية الساعة 12 أو 11 بالليل 3 أو 4 ساعات كم من النصوص الأدبية والروايات يعني الأستاذة رييم عندها 3 روايات وزيها عشرات أقدر أعدي لك نصوص أدبية جاهزة يعني هي تتحول بس للأسف يا إما فيه كسل يا إما فيه حالة تنبلة أنا آسف حالة تنبلة محتاجين يقزة كده يعني يعني صدمة كده شق جامد نصحة نصحة من حالة التنبلة والكسل دي أو إما مثلا الناس يعني أعدا في دايرة بس زمالة الأستاذة رييم يعني يعني نقعد نكتب في عن كونبوند أو نكتب في حارة يعني لا حضرات كونبوند في الأطباء يعني مصر يعني أزمة كورونا مش واجب اللي إحنا نجيب يعني أنا واحد من الناس لو نجيب أول طبيب استوشت اللي هو رجل بتاع كفر الشيخ لا أسف لا يحضرني اسمه دا قصة إنسانية عظيمة دا يتعامل عليها عمل ترامي الرجل دا أول ما تأمله يا رجل ومن خلاله ومن خلاله نحكي القصة كلها مش دي أزمة فاجعة قبلة العالم كله يعني مصر مش كاسرة على الأطفال قاعدين في حواري ولا ناس قاعدة في فاولا لا وعمامات سباح لا مصر كبير قوي في الموظف اللي لسه الشريف في المدرس اللي لسه عنده أمانة يعني يعني لا الموضوع حضراتكم أنا آسف حضراتكم مش فيه زي النقابة أو فيه 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 طب ليه ما تجتمعوش ونشوف نطلب لقاء مع القيادة السياسية ونقول هذا الكلام والدنيا تتضب يعني أنا طيب أنا أخذ أنا سبيل موضوع سهل بس أنتم ما بتقولون أخذ من كلامك يا أستاذ ربيعي تفضل إفن تفضل لابد أول الطريقة هو أيها لابد اللي إحنا يرجع إنتاج الدولة زي ما إحنا بنعمل دولة جديدة الوقت ورخامة الرئيس شغال في البنية التحتية وعلى كذا مستوى مدن جديدة وكباري وطرق وسكة عديد وحملة المليون صحة والتطوير الكرة وكل ده والعشوائيات وغيره وغيره كل ده احنا شايفينه يعني ما فيش منصف كلنا شايفين ده محتاجين بالتوازي معاه صورة ثقافية على مستوى الإعلام والدراما والفن والفكر طيب دي نعملها نبتدي أول الخط يعني الرئيس هيقعد ويكلم الناس بس يعني لازم الدولة يبقى فيه دعم مالي أحمد شوي قالها زمان قالها في بيت شعر زمان لم يبنى مجد على بالعلم والمال يبني الناس مجدهم لم يبنى مجد على جهل وإقلالي يعني لابد من تمويل وفلوس الفلوس يبع عودة التلفزيون ينتج عودة الإزاعة تنتج عودة شركة الصوتيات عودة الإنتاج الحكومي ما بقولش الاحتقار لا بسيبه موجود بعمل كويس البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة البضاعة الجيدة تطرد البضاعة الرديئة ومعانا الناقة الفني الأستاذ محمود قاسم ونقول له مساء الخير يا فن أهلا بيك يا فندي مساء الخير وكل سنة من طيبين معايا الكاتب الصحفي صلاح البية لي وبيقول لحضرتك بالنسبة للفن إحنا محتاجين تدخل الدولة إيه رأي حضرتك في الكلام ده هو طبعا حضرتك لو رحت الدول العاشر في مبنة إزاعة وتلفزيون وشفتك طاعة الإنتاج يعني متعطل عن الشغف وكمان صوت القاهرة زي ما بيقول هو ومدينة الإنتاج الإعلامي كل ده كده طاقات معطلة والإنتاج راح في مكان تاني خالص يعني محتاج تنوع يعني أنا حولك على حاجة يا رب يكون كلامي لطيف يعني لو بقلنا ثلاث سنين ثلاث سنين وشفت المسلسلات هتلاقي اسم حمزة ده حمزة هتلاقيه الشخصية رئيسية بحوالي خمس أو ست مسلسلات كل سنة معل كده أن فيه شخص واحد بيبقى مشرف على كل هذه الأمور وبيفرد اسم حمزة الله أعلم حد قريب ولا ما ينفعش يعني دي ملحوظة يبين أن نحن نتعامل في الدراما مع الفكر الواحد أو العمل الواحد وحتلاقي يعني الكتاب الكبار جدا من ثلاث أربع سنين اللي فاتوا توقفوا عن العمل معرفش السبب بحيط حامد مجد صار الله أرحمه مصطفى محرم والأسماء دي كلها يعني كمان فيه أجيال جديدة بشير الديك أجيال يعني أخرى بشير الديك وكل ده الأسماء المهمة دي كلهم احنا منشوق دلوقتي المسلسلات بيكتب عليها أسماء أكتر من خمس ست كتاب ده ما ينفعش بيبين الأمر ده ده بالضبط كده جلبية أو يعني أو قماشة بدلة أو أي حاجة بيفصلها ستة سبع أفراب ما ينفعش ما تطلعش مزبوط ده دم يكون شخص واحد هو اللي بيعملها وهو المسؤول عنها فده إحنا بنفتقد إلى مثل هذه الأمور وأنا بتكلم يا أستاذ محمود وحضرتك ناقد فن كبير نفس السؤال ناقد فن على فكرة كلمة ناقد فن دي غلط كبير جدا 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 ناقد سينما أو ناقد فن دي الفن ده هو السينما والمسرح والموسيقى والغناء وكل ده فن يعني أنا وفن فيهم وبالتالي بيأتي الخطأ من تسمية الأشياء حل المصطلح المصطلح غلط ما فيش حاجة اسمها ناقد فن وكل الإعلاميين بيستخدموا هذا النقد عن عدم معرفة الله يخليك طيب أرجوكم كفوا عن هذا هذه التسمية اسمها ناقد سينما يعني بتاع سينما ناقد مسرحة بتاع موسيقى جميل جدا ناقد موسيقى بتاع موسيقى ناقد فن ده يعني يبقى فن في كل دول وما فيش حد الحمد لله حتى الأساذة اللي فيها لناقد الفني مش ما عندهمش الخبرة الكاملة للكتابة الشاملة عن كل هذي الفنون المتعددة أستاذ محمود وأنا قصد أقولك الناقد الفني عشان حضرتك تعدلي وأنا أقولك حضرتك الناقد السينمائي أنا لما تعلمت منك دي خلاص أنا بعد كده مش هسأل أقوله الناقد فني هقوله ناقد إيه بالزبط واتعلم وهقولها بعد كده في الحلقات ليه حضرتك ليه حضرتك مدام عندك القدرة دي ما تعرفناش علمك ومعرفتك وتضغط بيها علشان يتعدل حال الدراما المكافر معاه أولا الحاجة حضرتك يا رب يسمعوني لا يسمعون أنا أنا الفين وعشرة الفين وعشرة اتوافق على مسلسل دراملية عن السلعوة اللي سيناها بسمها وحش الجبل وتكتب عنها أعظم تقرير بعدين اتقفلت اللي هي مدينة الإنتاج الإعلامي هياملوا أستاذ عصمان نوس العصمان تمام وبعدين لو أنت حضرتك بتتابع أخبار الوطن بموضوع السلعوة راجع ثاني أنا أنا كنت أتكلم عنها الست اللي أنقصت السلعوة قالوا يعني إيه سألوها أنت قتلت سلعوة أنت قتلت سلعوة إزاي لقد قتلت عليها قتلتها قلتهم تعبير بسيط جدا أنتهم كنت أنقذ ابناتي المسلسل ده عن إزاي بطل شعبي اللي قتلت الوحش الجبل ده وهذه السيدة إزاي الإعلام استخدمها علشان يسمع منها بطلة مزيئة تطلع في الإعلانات وتشجع الناس يشربوا شيء معين أو أكل معين البطل بطل مفيش ده أن إحنا نزيف البطولة فالمسلسل بتاعي عن كده وما تكون باله عشر سنين فأبطل بشكر حضرتك والبطل بطل ولا داعي أن نزيف البطولة وإن شاء الله هيكون في أعمال لحضرتك تبقى موجودة ونعرف السادة المسؤولين بنقاط الضعف علشان يتحول الدراما تبقى دراما تعبر عن الشخصية المصرية شكرا لحضرتك السادة المحمود وكل عام وانت بخير اسمح لي أنا بتفق مع السادة المحمود في عنصر جميل قوي قالك ما ينفعش أكثر من واحد يكتبه عمل أنا معافي ده تماما اللي هو شغل الورشة ده أنا متحفظ عليه لأن لما أنت بتكتب أنت صاحب خيال صاحب رؤية فأنت بتحط خيالك وتجاربك ورؤيتك وكل ده في العمل اللي أنت بتعمله كان نجيب محفوظه يقول إيه يقول أنا مسؤول عن رواية عن كتابي المخرج خدها عملها برؤيته وحر تمام حتى حسن الإمام كان يعني حول له كذا عمل هذا المخرج الرائع سموه ظلما مخرج العوالم وهو مخرج الرواعع هذا المثقف الكبير أيها فشغل الورشة أنا متحفظ عليه العمل له صاحب له اسم بيبشيله يدافع عنه لأنه جزء منه لكن أنا متحفظ برضه على كلمة النقد الفني هو متحفظ عليها أنا بختلف معها لأن الفنون كلها متكملة ومتدخلة يعني الفن التشكيل متدخل في السينما فالفنون متدخلة يعني أنا قلتها صح طبعا أنا رأيي أنا الشخصي والأستاذ محمود نفسه كتب كتب موسوعات الأفلام موسوعات الأغاني يعني هو موسوعات متعددة في كل هذه الفنون فهي الفنون متدخلة الاختلاف في الرأي لا يفسد بالودة أنا عاوز بس يعني بعد إذن حارتك أنت قلت لي أنت فيه يعني أنا مش عاوز أتكلم على روحي بس أنا كان لها تجربة شخصية تفضل كيف سنة ألفين أيه أصدرت كتاب اسمه سقوط الفانتو أيه الكتاب ده كان بيتناول جزء من بطولتنا في حرب أكتوبر سنة تلاتة وسبعين تمام على الجبهة السورية لأنه كان لنا سير بطيران موجود في قاعدة المزة شارك في الوقت ده هذا الكتاب وواخر موافقات كلها الجهات الرقابية والأمنية فيه صديق سيناريست عمله سيناريو الأستاذ أحمد فاروق حل والسيناريو خد الموافقة قطاع الإنتاج جميل وكلنا بنصهر أكتر من الليلة مع المخرج الكبير الأستاذ محمد فاضل ما تلقش ليه مع الأستاذ محمد فاضل الله علشان هو يعني الأستاذ فاضل ياريت يكون سمعنا لأنه قال أنا حلمي أعمل عمل عسكري حلم ليه ما تلقش والله أعدنا نقرأ وأعد الأستاذ فاضل مشكورا يقرأ وكان يعني فيه عقبة قدامنا كبيرة لازم نتجاوزها اللي هي احنا عاوزين جهة إنتاج ضخمة علشان تعمل مثل هذه الأعمال عاوزة جهة إنتاج ضخمة فالدولة موجودة؟ يعني عشان تعمل لك لوجستيات وتسهيلات يعني حرب أكتوبر اسمح لي انتفاضل فاضل مش أنا لأ ده في عشرات القصص تتعامل إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 صاحقة ده بطل عمان عمرياض بطل من زهب عمان عمرياض يشيل مسلسل أي شيء مسلسل إبراهيم الرفاعي يشيل مسلسل وغيره غيره يعني أنا بذكر أسماء سعد الشازلي يعني مش دول نمازج طبعا ودول قدوتنا في هذا المجال طبعا يعني كل واحد فيه زي ما قلنا في عالي باشا إبراهيم قلنا عالم بار يعني في كل مجال مصر ملانا أنا بشكرك برضو أولا على الأعمال اللي حدرت بتقول عليها وحضورك معنا الله يكرا بس هتوعدنا قبل ما نمع ساعدتك أنك هتيجي تاني وتالت ورابع وخامس لأن حضرتك قامة كبيرة جدا وهنتكلم لأن الموضوع الفني ده مش هيخلص وإحنا إن شاء الله مع الملف ده لغاية لما نلاقي الدنيا بقت كويس هو هو مش هيخلص أنا أشكرك ليه؟ لأن إحنا بنتكلم عن الهوية تمام هوية مصر حلو أنا أعزب بك من الهوية تطلع إحنا عاوزين نشوف نفسينا على الشاشة نشوف شخصية المصر الجميل المعطاء بتاع التجوير بتاع الإتقان اللي عنده عاوزين نشوفها على الشاشة حلو قوي أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ صلاح البيالي شكرا الفقرة الأولانية انتهت وأنا قبل ما نشوف ضفنة الكبير في الفقرة التانية أنا عايز أقول إحنا عندنا رموز في الجيش في الشرطة في كل حاجة وكانت ذكر الروائية اللي كانت معانا السازاريم دلوقتي قالت الاختيار معانا بطل من الأبطال اللي طلعوا من حلقتين وجات عليهم الكاميرا وده هنشوفه في الاختيار اتنين إيه اللي حصل هنا واللي حصل في رابعة وإيه اللي وإيه اللي إحنا معانا حد كبير قوي هيكون معانا قبل ما نشوفه عايز أقول حاجة أول ما بتديت الحلقة كان عندنا من ثلاث يام قلنا إيه عيد تحرير سينة النهاردة تسعة وثلاثين سنة بتحرير سينة طب هنتكلم في إيه هنطلع فاصل ونسمع الأغنية كويس قوي أوكي وهنقابل هقول لكم بعد الفاصل نطلع فاصل تحرير سينة الدرج Eachزيع داخل اينيه pelo منظري أحرير سينة المترجم للغاية مفيدة الفاة لن ذهب